ما يمكن ملاحظته فيما يخص العملية التي قامت بها المدير العمل لمرقبة الطراب الوطني هي عملية حقيقة نوعية بحكم أن الخطر الإرهابي في المغرب لا زال حاضرا بقوة وأن السياسة الاستباقية التي اعتمدتها هذه الإدارة يعني بشكل واضح ووفق استراتيجية مبنية على أسس قوية يعني تعطي أكلها بشكل ملحوظ والأمر فيما يخص المشتبه فيهما هناك ملاحظة ملاحظة الأولى هو سنهم حيث أنهم لم يتجاوزوا 23 سنة وهذا أمر خطير جدا بحكم أن هذا السن يسمح لهم بسرعة التنفيذ بسرعة التنفيذ والارتماء بسهولة في الفكر المتطرف لكن انتماء إلى العالم القاروي بحيث أن مثلا دوار سيدي كارو يعني التابع للجماعة القاروية أولاد حسون الحمري يعني تعداد سكاني لا يتجاوز ألف إلى ألف واربعمائة نسمة وهذا أمر يعني ملفت للنظر بحكم أن فيما سبق يعني في أغلبية الخلايا الأولى التي قامت المديري العام لمراقبة التراب الوطني بتفكيكها طيلة السنوات الماضية كانت يعني بشكل كبير في المدن الكبير مثل تربضة وسلا وفاس وبعد مدن الشمال إلى غير ذلك من نسبة لمسألة صناعة المتفجرات وحيازتهم لأقنها لن ننسى بأن المواليد لداعش على مستوى يعني العالم سواء في أوروبا أو في إفريقيا ولذلك الأساس في هذا الفكر هو التنفيذ يعني تنفيذ عمليات نوعية في الوقت المناسب والتنسيق مع أمراء التنظيم الإرهابي التنسيق معهم عبر وسائل الأنترنت وعادة ما ينتظرون الإذن في أغلب الأحيان الإذن بتنفيذ اعتداءات وبالنسبة لهذه المجموعة الخطر المحدق وأنهم يتواجدون قرب من ركش المدينة السياحية التي تعرف توافد العديد من الأجانب المستوى العالمي وتعرف كذلك تنظيم مؤسمرات دولية وإقليمية كبيرة جدا العملية تبرهن بشكل كبير على كفاءة المديري العامة لمراقبة التورة الموطنية وكفاءة درجة التنسيق الكبيرة ما بين المديري العامة وما بين باقي الأجهزة الأمنية في المغرب وهذا الأمر يدخل في سلسلة وفي مصار مهم جدا الذي تفصخر به البلاد وتعتز به وهو محل إشادة ليس على المستوى الوطني والشعبي فقط ليس أيضا على مستوى المتتبعين والمهتمين بالشعل الأمني في البلاد ولكن محل إشادة كذلك على المستوى الدولي على المستوى منظمات الدولية على مستوى بزارة الخارجية الأمريكية على مستوى الدول شرق أسيا على مستوى العديد من الدول على مستوى الدول العربية التي أشادت بكفاءة هذا الجهاز وكيف استطاع بمثابرة عناصره وبرزانة قيادته في أن يجنب العديد من الشعوب والعديد من المؤسسات سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي جنبها العديد من الخسائر في الأرواح وفي الممتلكات بالنسبة لإشادة الموقوفين بعملية اغتيال أجنبية بمنطقة سوس إصابتين واحدة في إزنت واحدة في أجدين فأي عمل يستهدي في الأجانب بالنسبة لحامل الفكر المتطرف سواء كانت داعش أو القاعدة وحتى الجهاز التي تعادي المغرب فهو عمل طبعا يؤثر على السكينة وعلى استقرار البلاد ولكن بحكم أن من قام بهذا العمل هو مختل عقليا لذلك الإشادة بهذه العملية تدخل في صلب عقيدة داعش وعقيدة الجماعات المتطرفة